أهلاً وسهلاً أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس اللغة العربية بفرع الإملاء بعنوان التاء المفتوحة في آخر الفعل والتاء المربوطة في آخر الإسم لنبدأ أولاً بتحديد أهدافنا الهدف الأول التمييز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة في آخر كل من الفعل والإسم الهدف الثاني توظيف القاعدة الإملائية في الأنشطة والإنتاج الكتابي والآن عزيز الطالب استعد للدرس لنقرأ ونلاحظ الجملة الأولى أحب وطني لأني على أرضه نشأت وتربيت الجملة الثانية يا رب اجعل وطني أمة واحدة تنعم بالحرية والكرامة لاحظ عزيز الطالب الكلمات التي وضعت تحتها خط أولاً لنرى في الجملة الأولى ما نوع هذه الكلمات؟ ما نوع هذه الكلمات؟ ما الحرف الذي اتصل بآخر كل كلمة؟ ما الحرف الذي اتصل بآخر كل كلمة؟ وكيف كتبت التاء في آخر هذه الكلمات؟ والآن لنلاحظ الجملة الثانية وضعنا خطان في الكلمات في الجملة الثانية ما نوع هذه الكلمات؟ قارن عزيزي بين الكلمات التي تحتها خط ما الحرف الذي اتصل بآخر كل كلمة؟ وكيف كتبت التاء في آخر هذه الكلمات؟ ما الحرف الذي اتصل بآخر كل كلمة؟ وكيف كتبت التاء في آخر هذه الكلمات؟ والآن عزيزي هل أنت مستعد لتقييم إجاباتك لنرى معا في الجملة الأولى أنواع الكلمات التي تحتها خط هنا نشأت وتربيت هل أستطيع أن أربي؟ نعم هل أستطيع أن أنشأ؟ أيضاً بمعنى أتربى في المكان نعم إذن هذه الكلمات ماذا؟ أفعال نوع هذه الكلمات أفعال ما الحرف الذي اتصل بآخر كل كلمة؟ أحسنت اتصل بآخرها تاء اتصل بآخرها تاء وكيف كتبت التاء في آخر هذه الكلمات؟ كتبت تاء مفتوحة تاء مفتوحة ممتاز عزيز الطالب ننتقل إلى الجملة الثانية ما نوع الكلمات التي وضعت تحتها خطان؟ هل أستطيع فعلة أمة؟ هل أستطيع فعلة أمة؟ هل أستطيع فعلة واحدة؟ بالتأكيد لا إذن أنواع هذه الكلمات أسماء ممتاز عزيز الطالب لنلاحظ معاً ما الحرف الذي اتصل بآخر كل كلمة لنلاحظ معاً هنا ما نوع هذه التاء؟ اتصل بآخرها تاء اتصل بآخرها تاء ولكن ما نوع هذه التاء هنا؟ أحسنت عزيز الطالب نوعها مربوطة تاء مربوطة ممتاز والآن لنستنتج معاً قاعدة الدرس من خلال الأمثلة السابقة تكتب التاء مفتوحة في آخر الفعل مثل نشأت تربيت نشأت تربيت تكتب التاء مربوطة في آخر بعض الأسماء مثل أمة واحدة أمة واحدة والآن عزيز الطالب لنطبق معاً القاعدة في النشاط الأول أصنف الكلمات في الجمل الآتيتي بحسب ما هو مطلوب في الجدول التالي أريد منك عزيز الطالب أن تحدد لي أفعال تنتهي بتاء مفتوحة أفعال تنتهي بتاء مفتوحة وأريد أيضاً منك أسماء تحديد تحديد أسماء تنتهي بتاء مربوطة كما ذكرنا في القاعدة والآن في الجملة الأولى سررت بالمشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي سررت بالمشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي لاحظ عزيز الطالب أي من هذه الكلمات هي أفعال وأسماء الجملة الثانية هل حضرت حفل البحرين أولاً؟ هل حضرت حفل البحرين أولاً؟ لاحظ الكلمات جيداً عزيزي سافرت في الإجازة الصيفية سافرت في الإجازة الصيفية والآن عزيزي لنرى معنى الإجابات وقيم إجاباتك في الجملة الأولى سررت بالمشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي أين الفعل هنا؟ سررت ما معنى سررت؟ معناها فرحت سررت معناها فرحت انتهت هنا بتاء مفتوحة لأنها فعل أحسنت أيضاً هل يوجد كلمة أخرى؟ مسابقة القراءة ما نوع هذه الكلمات؟ أحسنت أسماء الجملة الثانية هل حضرت حفل البحرين أولاً؟ حضرت حضرت انتهت أيضاً بتاء مفتوحة سافرت في الإجازة الصيفية أحسنت عزيزي سافرت أيضاً انتهت بتاء مفتوحة لأنه من الأفعال لأنه من الأفعال الإجازة الصيفية وهي من الأسماء أحسنت عزيزي لننتقل معاً الآن إلى السؤال الثاني أجعل الكلمة في جملة مفيدة موظفاً موظفاً قاعدة الدرس تذكر عزيزي قاعدة الدرس انظر هنا جيداً إلى الصور المعروضة الصورة الثانية والصورة الثالثة ضع لي كلمة مناسبة ووظفها في جملة مفيدة والآن لنرى إلى ما توصلت عزيزي الكلمة هنا ماذا تفعل البنت؟ رسمت لماذا انتهت الكلمة بتاء هنا؟ لأنها فعل ممتاز لأنها فعل لنسمي معاً اسم البنت سأختار اسم فاطمة انتهت بماذا؟ بتاء مربوطة لأنه من الأسماء الكلمة الثانية سيارة أيضاً انتهت بتاء مربوطة لأنها من الأسماء في الصورة الثالثة أرى طبيبة تعالج الولد إذن هنا عالجت عالجت انتهت بتاء مفتوحة لأنه نوع الكلمة فعل وهنا طبيبة انتهت بتاء مربوطة لأنها من الأسماء الآن عزيزي ضع الكلمات في جملة مفيدة الجملة الأولى رسمت فاطمة لوحة جميلة جميع الكلمات التي انتهت بتاء مربوطة هي من الأسماء بينما رسمت من الأفعال ممتاز انطلقت السيارة بسرعة كبيرة في السباق انطلقت السيارة بسرعة كبيرة في السباق انطلقت فعل انتهى بتاء مفتوحة السيارة بسرعة كبيرة في السباق الجملة الثالثة والأخيرة عالجت الطبيبة المريض عالجت الطبيبة المريض أيضا هنا انتهت الكلمة بتاء مفتوحة لأنها من الأفعال وهنا انتهت بتاء مربوطة لأنها من الأسماء أحسنت عزيزي والآن عزيزي الطالب لننتقل إلى النشاط الختامي والأخير أملأ الفقرة الآتية بما يناسبها من الكلمات المعطات الكلمة الأولى نشرت ثمينة شاركت قصيرة فازت اليومية حصلت ومسابقة الآن حاول أن تضع هذه الكلمات في مكانها المناسب ابدأ بالفراغ أميرة في ثقافية فكتبت فكتبت قصة اختر كلمة مناسبة نالت القصة إعجاب الجميع و في إحدى الصحف أيضا أكمل هنا الفراغ بما يناسب من الكلمات أميرة بجائزة و على اشتراك مجاني في إحدى مجلات الأطفال ركز عزيز الطالب لاختيار الكلمات المناسبة والآن لنرى معنا شاركت أميرة في مسابقة ثقافية فكتبت قصة قصيرة نالت القصة إعجاب الجميع و نشرت في إحدى الصحف اليومية فازت أميرة بجائزة ثمينة وحصلت على اشتراك مجاني في إحدى مجلات الأطفال هل أجبت بمثل هذه الإجابات؟ متأكدة من ذلك أحسنت عزيز الطالب وشكرا لك على حسن الإصغاء والاستماع ونلقاكم في حلقة جديدة من حلقات دروسنا ترجمة نانسي قنقر